بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو المجيدة أكد رئيس مجلس الشيوخ أن ثورة 30 من يونيو قد جسدت ملحمة شعبية قادها المصريون بخروجهم في انتفاضة ضد قوى الظلام والشر حتى استعاد الوطن هويته حيث إنها كانت وما زالت علامة فارقة في تاريخ الوطن داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على الوطن الغالي بالرقية والازدهار